بلا شك بأن كل ما يجري الآن هو استمرار للوضع السياسي والوضع العسكري علمه الحكومة الإسرائيلية مصممة ومضي قدما في العملية العسكرية في لبنان ولكن لغاية الآن لم تقطف أي من الثمار السياسية التي كانت تتوقعها الجيش الإسرائيلي اليوم بدأ بالترويج لأنه يسعى أيضا لكي يكون هناك فرصة ومساحة للحكومة الإسرائيلية إذا ما أرادت أن تنضي قدما في وقف اطلاق النار فعلى سبيل المثال الجيش قال بأن إيفا تم احترام قرار 1701 وتم إبعاد مقاتلي حزب الله إلى شمال الليطاني وتم وضع استخباراتي لمعرفة ما يجري في القرى في جنوب لبنان وأيضا القرى الحدودية بين سوريا ولبنان فإن الجيش الإسرائيلي يمكن بدوره أن يقبل وقف اطلاق النار هذا يضع الحكومة الإسرائيلية بمفترق طرق إما الاستمرار بالعملية العسكرية لغاية تحقيق أهداف الحرب وهو إعادة سكان الشمال إلى المنازل أو المضي قدما والاستمرار في العملية العسكرية لأن الشروط التي وضعها الجيش تبدو معقدة معقدة بأن حزب الله لن يقبل في هذا الوضع أن يتم سحبه دون أن يكون هناك إتمام لصفقة التبادل مع غزة والجميع بات يعلم من المصادر الإسرائيلية وأيضا المصادر الفلسطينية بأن الحديث حول صفقة مع غزة ما زال بعيد المنال ولا يوجد هناك في إسرائيل من يريد التحدث حول هذه المسألة حتى لو كان هناك بعض الاجتماعات وبعض الحديث ولكن الأجواء لغاية الآن غير مهيئة الجيش الإسرائيلي معني ويريد ويسعى لاستمرار العملية العسكرية في المنطقة الشمالية وهو يرى بأن العملية بحاجة إلى وقت ليس لأسبوع لربما إلى أشهر وذلك للتقدم أكثر من القرى التي يقوم بمهاجمتها أمس كان لكل العنوان الرئيسي هو موضوع قوات اليونيفل الجيش الإسرائيلي ببساطة وبوضوح يريد إخلاء العشر مواقع التابعة لليونيفل في الحدود ببساطة كي يحتلها هو هو بحاجة إلى التلال التلال عمليا سوف تشكل له رافعة استخباراتية متقدمة إذا كان يتحكم بالتلال التي فيها قوعد اليونيفل فهو يستطيع أن يرصد الأرض من تحتها وبالتالي لا تكون الدبابات الإسرائيلية مصيضة في الوديان دون أن يكون هناك رقابة عسكرية وبالتالي هو معني بإخلاء اليونيفل كي هو يحتل تلك التلال طيب كل هذا أحمد وماذا العالم يترقب أيضا الرد الإسرائيلي على إيران إلى عين وصلت مباحثات الساس الإسرائيليين بهذا الصدد أيضا ما هي خيارات أو ما هو نطاق الرد بالنسبة لإسرائيل الليلة هناك اجتماع الساعة الثامنة ونصف ما يسمى بيئة المشاورات الأمنية والتي سوف يشارك فيها جالنت عموما وزير الجيش الإسرائيلي لأنه في الاجتماعات الأخيرة لم يكن يشارك لأسباب داخلية ومشاكل وما إلى ذلك الليلة هذا الاجتماع سوف يشارك فيه مع طبعا قائد الهيئة تركان الجيش الإسرائيلي ومكتب نتنياهو ونتنياهو ومجموعة من الوزراء الذين سوف يتم اختيارهم هذا ليس اجتماع كابنت بقدر ما هو مشاورات أمنية ولكن الجانب الإسرائيلي أيضا بانتظار شحنة صواريخ ثاد حسب بلومبرغ الأمريكية هذه الصواريخ يمكن أن تصل غدا أو باكورة الوصول بمعنى بأن هناك أكثر من قطعة هي بحاجة إلى الوصول وهي قطعة ثقيلة جزء منها بطبيعة الحال يمكن أن نقله عبر طائرات حربية ضخمة جدا تمتلكها الولايات المتحدة يمكن جزء منها يتم إيصاله عن طريق البحر هذا لا نعلم كيف سوف يتم إيصاله ولكن الذي فهمناه بأنه سوف يتم إيصال هذه الشحنة الولايات المتحدة وتحديدا لوود أوستين أكد لنظيره الإسرائيلي بأنه لا يجب على إسرائيل أن تقوم بضربة على إيران دون وصول هذه البطاريات التي تشكل جزءا من الغطاء الدفاع الجوي يضاف إليه الباتريوت بمعنى بأن الولايات المتحدة عندها الثاد وعندها الباتريوت سويا يمكن لها أن تقف الصوريخ الباليستية سواء التي كانت فوق الغلاف الجوي أو تحت الغلاف الجوي تحت ذلك هناك الحتس وهناك مقلع دوود وهناك القبة الحديدية وهي الأنظمة التي يبدو بأنها لم تكن فعالة في الضربة الإيرانية التي حدفت في الأول من أكتوبر هذا يعني بأن هناك بضعة أيام سوف تمر لغاية أن يكون هناك ضربة إسرائيلية لإيران لأن إيران قالت عبر كل الوسائل الإعلام التي استمعنا إليها بأنها سوف ترد ولكن الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي توصل كما فهمنا من المصادر الإسرائيلية بأن البنك الأهداف الذي تريد إسرائيل توجيهه ضد إيران تم إيصاله إلى الرئيس بايدن عبر المكالمة الهاتفية التي جمعت نيتنياهو مع بايدن وتوصله إلى بنك الأهداف ليس هو بالطلب العالي جدا كما يسعى بن يمين نيتنياهو ولا بالمنخفض الذي يسعى إليه بايدن هم وصلوا إلى بنك أهداف متوسط طبعا دون الإفصاح عن ما هو بنك الأهداف منشآت النووية الإيرانية يبدو لن تكون جزءا من ذلك يعني هنا نتذكر بأنه لطالما وضع نيتنياهو رئيس الأمريكي بايدن في مواقف محرجة يعني كان يجتمعان يتفقان على شيء ما أو صيغة ما ومن ثم تكون تصريحات نيتنياهو مختلفة تماما عن تصريحات بايدن أو هناك تبادل أدوار يعني هذا بنهاية المطاف مولفو السابع من أكتوبر ولغاية الآن دائما كنا نسمع هذه اللغة أنه هناك تنصيق الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشكل كامل توفر كل الاحتياطة الاستراتيجي لديها حسب التفقية أورشليم الموقع في عام 2021 ثم يأتي الجانب الأمريكي ويقول لم نكن نعلم بأن الجانب الإسرائيلي سوف يفعل كذا وكذا بعدها بأيام يخرج الناطق العسكري ويقول نعم أبلغنا الجانب الأمريكي بأننا سوف نقوم بعملية اغتيال فؤاد شكر أو بعملية اغتيال مثلا نصر الله كما قالوا بأنه أبلغنا الأمريكيين قبل دقائق من العملية الأمريكيين قالوا أبدا يعني تم تبليغ نوى الطائرات في الجو ثم قالوا لم نبلغ أصلا هذا كله لا علاقة له حقيقة في كيفية تعامل بن يمين نتنياهو مع الإدارة الأمريكية نتنياهو يريد الأسلحة الدفاعات الجوية الصواريخ الدقيقة الدعم البحري الموجود بالبوارج الأمريكية هو عمليا يبتز الجانب الأمريكي ضمن الاتفاقية أورشاليمو والاتفاقية الدفاعية بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة أما بايدن فهو متناقض أحيانا هو يقول أنا مع حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها سوف نحمي إسرائيل مهما كلفنا ذلك من أمر من حق إسرائيل أن تمضي قدما في ضرب أعدائها بعد ذلك يتحدث في نظرة مختلفة وهو الذي قالها مثلا قلات كامال هارس على سبيثل على السي بي اس وهي نائبة الرئيس الأمريكي التي قالت نحن مهتمون جدا بعدم الإضرار بالوضع الإنساني للفلسطينيين وبعد ذلك لللبنانيين وبالتالي التناقض الأمريكي لربما مفتعل ومصطنع شكرا جزيلا لك أحمد الوديري مرسلنا من القدس المحتلة ترجمة نانسي قنقر